اهلا بيو في قناة شرحل ما هي اخبار الناد الاهلي بعد بعد هزيمة الترجل التونسي ووصوله الى نهائي دولة ابطار افريقيا لمواجهة ام الوداد او سام داونز وذلك على السادق قاهرة في مباراة الزهاب واليكم العلموين الاهلي حصل على مبتغاه دون اي متاعب وده اللي علاقت بالصحفة التونسية بعد المباراة وتشيد ببطل مصر وتهاجم الفريق التونسي ما هو موقف الاهلي من الانزارات قبل نهائي دولة ابطار افريقيا ووصل من التمريرات دواخة لاعب الترجي لاكتر من خمس دقائق في الملعب التفاصيل تأهل فريق الكولر الاول بالناد الاهلي بقيادة المدرب السويسي المارس الكولر الى نهائي دولة ابطار افريقيا للمرة رابعة على التوالي والسادسة عشر تاريخيا بعد الفوز على فريق الترجي بمجموع مباراة الزهاب والعودة اربعة صفر في نصف نهائي المسابقة ومن المقرر ان الواجه الاهلي في نهائي دولة ابطار افريقيا الفائز من مواجهة والوداد المغربي ماذا قالت الصحفة التونسية عندما هزم الاهلي الفريق التونسي واخرجوا برى البطولة وقد علقت تجارية الصباح التونسية بان الاهلي اول طرف في نهائي دولة ابطار افريقيا وذلك بعد ان جدد فوز مرة اخرى على الترجي الرياضة التونسي بهدف النظيف سجله حسين الشحات واكملت صحفة التونسية كلما بقى برغم خسارة فريق الترجي التونسي من النادي الاهلي فان الفريق لم يظهر من الروح القتالية ما يجعله يقدم مباراة قوية امام النادي الاهلي يجري هذا امام التزام النادي الاهلي بوجود مباراة قوية ونجح فيه انه هو في مجموعة مباراتين يفوز على الترجي يوصل للنهائي للمرة 16 في تاريخه والربع على التوالي دون متابق خسارة اما صحفة الشروق التونسية فقد قالت ان الترجي قد تعرض للعزيمة في القاهرة امام النادي الاهلي ويغادر بطولة دولة ابطار افريقيا وتكمل الصحيفة ان الترجي قد غادر البطولة ايضا بهزيمتين هزيمة الزهاب والعودة بمجموع المباراتين 4-0 لنادي الاهلي كما علقت صحيفة الصباح التونسية في تقريرها عن مباراة قائلة بهدف حسين الشحات الاهلي يجدد الفوز على الترجي التونسي ويصل لنهائي دولة ابطار افريقيا كما اشارت الى ان الترجي وصل سقوطه المدوي بعد العزيمة المزلة امام النادي الاهلي في نصف نهائي اشارت ايضا الى ان رغم العزيمة السقيلة اشارت الى ان الترجي لم يقدم المباراة المفروض كان يقدمها ولم يؤدي اللاعبين ما عليهم في المباراتين تعالوا بنا ان نتعرف على موقف الاهلي من الانذارات قبل نهائي دولة ابطار افريقيا تنص لائحة دولة ابطار افريقيا على غياب اي لعب حالة حصولها على ثلاث انذارات او على مبارتين حال حصولي على كارت احمر مباشر وعلى مباراة واحدة حين حصولي على ترد بانذارين ويمتلك كل من حمد فتحي ومروان عطية كل منهم انذارين قبل مباراة نهائي دولة ابطار افريقيا فيما نجح الفريق الاحمر بالخروج من مباراة التراجي بسلام دون ان يحصل لعبيه الموضدين بالاقاف على كروت سفراء او حمراء ليدخل مباراة النهائي بكل قواتي وعلى رغم من ذلك يبقى الصنائي مروان عطية وحمد فتحي مهددان بالغياب عن المباراة النهائية في مباراة الاياب في حال حصول احدهما او احد منهما على كارت اصفر فيما مباراة الزهاب ولاد ستكون في القاهرة الكافي يعلن الجوائز البطل اربعة مليون دولار الوصيف اثنين مليون دولار المتآهلون الى نصف النهائي مليون ومتين ألف دولار المتآهلون الى المتآهل الى دور رابع النهائي تسعمائة ألف دولار الصحاب المركز الثالث والرابع في دور المجموعات سبعمائة ألف دولار وبناء على ذلك يحصل الزمالك على يحصل الزمالك على سبعمائة ألف دولار بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الرابعة في دورة أبطال إفريكا وخزان الأهلي تنتعش اليوم باتنين مليون دولار مضمونة وهو الوصول إلى نهائي دولة أبطال إفريقيا حيث سيحصل متأهل إلى نهائي دولة أبطال إفريقيا على 2 مليون دولار وفي حالة الفوز إن شاء الله سيحصل ناد الأهلي على 4 مليون دولار بعد قرار الكاف بزيادة الجوائز المالية حالة من التألق للعاب الفريق أو لقرة القدم من ناد الأهلي خاصة بعد ما حصل على نتيجة مجموعة براتين زهاب عودة على الترجل تونسي بأربعة أهداف للاشيئ حيث نجح الفريق في الفوز على الترجل في مرات العودة بهدف للاشيئ وكان قد حصل على ثلاثة أهداف نظيفة للاشيئ في مرات الزهاب في المرات الأخيرة سيحصل لعاب الأهلي على المرات ونجحوا في الاستمرار والاستحواز على القرى والتمنى القرى أكثر من 5 دقائق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر